بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم. معيكم مساعدة الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض ترم جديد ساكن ترم آآ يونيت وان لسن وان تعرفين يونيت وان في المنهج بتاعنا في تو ليسنس او الليسن اسمه تايبس اوف ليفرز. انت لو مسلا فكرت في الاجهزة او المشين سي اللي في حياتنا هتلاقيني فيه اجهزة بسيطة جدا بس ليها دور كبير جدا. يعني ايه يا مستر الكلام ده? انت مسلا نفترض ان قدامك شوية هجيت عاوز تحركهم من مكانهم. آآ خشب او آآ او مسلا رمل او مسلا توب او كلام من ده. فعشان تحركهم مكانوا ده صعب جدا انك تشيلهم باديك. بس لو جبت عربية كده وحطيت عليها الحاجات دي وحركتها زي الراجل اللي بيستخدمها في البناء مسلا. هيكون سهل عليك جدا تحريك الحاجات دي. او نفترض بسلا ان انت عاوز تكسر بندق. انك تكسر البندق باديك او بسنانك ده شيء صعب جدا. انما لو جبت كسرت بندق. فكسرت البندق هتساعدك جدا على تكسير البندق او اللوز او الحاجات دي بسهولة جدا. هي هي آلة بسيطة او شيء بسيط بيساعدك على اداء المهمة دي. نفس الكلام انت لو معاك مسلا مقص. عشان تقطع القماش بيقديك ده شيء صعب. انما انك تقدر تحرق تقطع القماش دي المقص ده شيء سهل. وبالتالي احنا بنتكلم عن حاجة اسمها ليفرس. ليفرس طبعا هي مش مقصود بيها اختراع واحد. ليفرس دي مبارا عن مجموعة من طب ايه يا مستر اهميتها يعني الاجهزة البسيطة دي اهميتها ايه? ده مين اللي هو الانسان? تعالوا بقى نقراها من الاول يعني. يقولي لونج تايم عجوب من سرين كتير فاتت من انفنتد الانسان اخترع. مني سيمبل ماشينز. يبقى الليفرس دي هي عبارة عن اصلا سيمبل ماشينز. الات او اجهزة بسيطة. اول حاجة لازم تعرف ليه الانسان انفنتد اصلا اخترع السيمبل ماشينز دي. اللي هي اللي اسمها ليفرس. طيب مين اول واحد بدأ يفكر في الكلام ده؟ يقولي ليفرس وير فرست ديسكرايبد ان 260 باي جريك ساينتست يعني قبل الميلاد باي جريك ساينتست ارشيميدس. ارشيميدس كم من العلماء العظماء جدا اللي بدأ يفكر في بداية الموضوع انه هو يستخدم ادوات بسيطة كاجهزة. فاهم الفكرة ان ازاي يقدر ان هو يعمل اشياء بسيطة جدا. ويقدر الحاجات دي تديني نتيجة كبيرة. طيب. ايه مجموعة شروط. ايه مجموعة شروط? علشان تقول على الحاجة دي بس قبل ما نشوف الشروط دي قبل ما نشوف الشروط دي باتيه نبص كده على مجموعة من الايه الليفرز خلاص بغض النظر عن انواحهم ونشوف كده ايه المشترك ما بينهم. مثلا. لو جيت بصيت لي الايه مثلا الايس هولدر ده او الايه الايس هولدر اللي هو اللي بنمسك به التلج مثلا. انت لو لاحظت هتلاقي ان هو مسلا يعني. اه في مكان بيمسك به الحاجة. وفي مكان انا بادوس عليه يعني في مكان انا بادوس باداية. وهو مصنوع من الحديد مسلا. تهم? او من الخشب. يعني احنا بنشوف ملاحظات مش اكتر. ماشي? اه لو بصينا مسلا المانويل بروم دي دي اسمها مانويل بروم. ليه المكنسة دي او المقاشة دي. انا عندي هنا اه مثلا مصنوع من الخشب خلاص او من الحديد. اه ومسلا في ممطقة بتمسكي منها منها. ودي بتحرك التراب او الرمل اللي انت عاستي حركي. ومصنوع يعني من الحاجة ريجد. ريجد يعني قوية. من فاش تعملي مكنسة او تعملي مقاشة من حاجة مسلا اه بتاعة التاني كده. اه مسلا هنا اسمها اه ويل بارو. اللي العربية دي. بتبقى مش معقولة تعمل ويل بارو من الورق. لازم تعملها من حاجة قوية من حديد مسلا. وفي ايد دي يمسك منها وفي مسلا منطقة بتشيل الحاجة اللي انت عاوز دي ايه تحطها. احنا عميين نشوف كده ايه. على ونحاول نفهم ايه الموضوع. الراجل اللي هو ده دي اسمها الكرو بار. الكرو بار ده هو عبارة عن الراجل ده بيحرك الصخرة دي. عاوز يحرك الصخرة دي مكانها. فبيحط حديده كده جانبه ويفضل يحرك الحاجة دي ايه بالراحة. يحرك الايه الصخرة دي بالراحة او الطوبة دي بالراحة. فهي مصنوعة ينفع ان انا اعملها من ورق. ينفع اعملها مثلا من حاجة بتكسر لازم تكون حاجة ريجد قوية. خلاص. طيب يبقى اول معلومة عندي في انك تقولي الشيء ده اسمو ليفر. خلاص بانك تقولي الشيء ده اسمو ليفر انه هو يعني بداية كلامنا كده الجهاز اللي انت السيمبل ماشين اللي انت هتستخدمها. الحاجة البسيطة او الاختراع البسيط اللي انت هتعمله ده لازم يكون ريجد. بقى او كيرفد يعني ايه ستريت او كيرفد? يعني ممكن يكون حاجة قوية او حاجة اه صلبة مستقيمة. وممكن تكون متنية. يعني مسلا ايه? بص كده. دي. انت لما بصيت هنا اللي هي نمبر دي. هتلاقيها ان هي كيرفد. اللي هي البلاير دي اللي هي اللي ايه اللي بتشيء بتمسك المصامير وكده. البلاير دي كيرفد اهي. بس السؤال هنا ريجد ولا مش ريجد? لو انت مش عارف يعني ايه ريجد? ريجد يعني قوية. ومتماسكة. مش مسلا كده زي البلاستيكة كده طرية. لا قوية حديد او هم مصنوعة من الحديد. فهم? البينسر دي اللي هي بتشيء للمصامير. نفس الكلام قوية ريجد ولا مش ريجد? هي هنا ستريت مش كيرفد. فهم? يبقى هي مصنوعة من الشيء. هنا مسلا السيسو دي المرجيحة دي. مصنوعة من حاجة ريجد. وإيه اللي وإيه اللي دي مش تعف تلعب. صح? الحاجة قوية هي? حيط الخشبية قوية جدا. وستريت ولا كيرفد بقى? او ستريت صح كده. يبقى ايه يبقى? يبقى اول قاعدة. ان اللي بقى ده. من خلال ملاحظتنا للصور دي. هنلاحز ان هي مصنوعة من حاجة ريجد. حاجة قوية. ممكن تكون ستريت. زي المقص كده هو. فهم? يعني او يعني شكلها كده كده. كده هو. فهم? او تكون كيرفد زي مسلا نات كراكر زي الكسرة بتاعت البندق. طب ايه تانية يا مصدر? يقول لك ايه بقى? there is an effort force. وكلمة effort force معناها القوة المبزولة. هو مش منطقي ان انت تروح تقولي الكسرة البندق خد يا كسر البندق. كسري لي دي. انت لازم تمسكها. وتروح تكسر بقديك. يعني تروح ان انت تمسك تستخدم كسرة البندق. او مسلا ايه? عندك معاصة سحري. المعاصة السحة ده بتقولي له ايه? بتقولي له يلا يا مقص. روح فصال للفستان. ويقوم هو عملك الفستان. لا طبعا. انت لازم تمسكي بقديكي. وتروح تحرك المقص بقديكي. فانت بتدي للسيزر بتدي له force. القوة اللي بتديها له دي اسمها effort force. نفس الكلام هنا في النات كراكر. كسارة البندق. نفس الكلام في الويل بارو في العربية اللي البشر. يبقى عشان تقول لي على الحاجة دي اه لازم يكون في قوة مبزولة. عشان توازن ايه? عشان توازن حاجة تانية اسمها يبقى انت بتديها بتديها قوة علشان تتغلب على قوة تانية بتقومك. ايه ده يا مستر. كلمة آآ يعني مقاومة. ان مثلا انت عندك حتة بندو. حتة البندو دي تيجي تكسرها. هل بتقول لك يلا نتكسر ولا بتقومك? قومك. فانت عاوز تكسرها. بتتغلب عليها بفورت فورس. فانت بتديها يعني بتدوس على بتتغلب على قوة بتتغلب على قوة البندو او اللوز اللي انت بتكسره. فالقوة اللي انت بتعملها اللي بتعملها بيديك اسمها الفورت فورس. فالبنت دي اللي بتحرك المقصر دي 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 اسمها الفورت فورس. بتتغلب على ايه? تتغلب على القماش. اللي هو يبقى انت عندك نوعين من القوة. القوة بتاعتك انت اسمها الفورت. خلاص. الفورت ايه? الفورت فورس. بتتغلب على قوة تانية اسمها ري زي ستانس فورس. انا عندي هنا افورت فورس اهو. خلاص? بتتغلب على ايه? على ري زي ستانس فورس. يبقى انا عندي نوعين من الفورس. عندي نوعين من الفورس. نوع انا بعمله ميت باي مان هي افورت فورس. ونوع انا تاني اللي هو انا بتغلب بيه على الحاجة اللي هي الحاجة اصلا بتعمله اللي هي بتحاول تقومني اسمها ري زي ستانس. انا مفروض بقى. اسألك سؤال. علشان ينجح الجهاز ده. علشان ينجح النات كراكر او ينجح السيزر او ينجح الويل بارو. مين مفروض يكون اكتر? هل المفروض يكون اكتر? الافورت فورس? بس. ولا المفروض يكون اكتر هو الريزيستنس فورس? انت هتجاوبني في التعليقات. ماشي? هتقول لي مين اكتر? هل الافورت فورس? ولو حتى ما عرفتش تعمل في التعليقات او ما عرفتش تعمل في التعليقات انت اسأل نفسك السؤال ده في بالك وبقى جاوبني عليه في اي وقت او جاوبوا بينك وبالنفسك. مين هيكون اكتر عشان الجهاز ده يكون شغال بشكل صحيح? النات كراكر لو انا عاوز اكسر البندقات دي. مين يكون اكتر? الافورت فورس? ولا الريزيستنس فورس? ده سؤال. النقطة التالتة في اي ليفر? النقطة التالتة في اي ليفر? لازم يكون فيه نقطة ارتكاز اسمها فوكرم. فوكرم دي عبارة عن ايه? عبارة عن نقطة بيتحرك من خلالها الجهاز ده. يعني مسلا المقصة هنا بتلاقي حتة حديد كده وحتة حديد كده. وفي النص فيه زي مصمار. هنا برضو لازم يكون فيه آآ نقطة كده بتفتح الايه العارف عصارة البرتقان وعصارة اللامون وكده. بيقى فيه نقطة زي مصمار كده. ده اسمه فوكرم. وهي بتكتب فوكرم. فالفوكرم ده هي النقطة اللي بيلف حواليها البار ده. وده احنا ان شاء الله هنشرحه في آآ الفيديوز اللي جاي. بس تعالوا نقول بقى يعني ايه ليفر? ليفر. اتز اريجد بار. ستريت اور كورفد. اتز اريجد بار يعني شيء قوي. ستريت اتز اريجد بار ستريت اور كورفد ذات روتايت اللي بيلفة اروند فكسد بوينت. النقطة النقطة السبتة اللي احنا قلنا عليها. اللي هي النقطة زي المصمار ده او المصمار اللي هو بتاع المقص. ماشي? ستريت آآ 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 نوني تاني. اتز اريجد بار ستريت اور كورفد ذات روتايت اروند فكسد بوينت. النقطة اللي هي السبتة دي اسمها فوكرم. لازم يكون فيه فوكرم في الليفر وده نشرحه كتير. and affected by نوعين من الفورس. افورت فورس and resistance force. يبقى ليفر. لازم تحفز ده تحفظه. it is a rigid bar straight or curved. ذات روتايت اروند فكسد بوينت. فوكرم او فوكرم. بس عادي. and is affected by effort force and resistance force. هنفهمنا يعني ايه 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 اللي هي بتقاومك. ان الحاجة اللي بتقول لك لأ مش هتكسر. او لأ مش هتنقل. ولازم يكون فيه نقطة ثابتة. زي مصمار كده او حاجة. وده هنتعرف عليه في الفترة الجاية. والاختراع او الاختراعات البسيطة دي. متمنى اكونوا فهمتوا الجزئية الاولى من الدرس. وجووني على السؤال. مين مفروض يكون اكتر عشان الجهاز ينفع? او ينجح? ال effort force تكون اكتر ولا resist force? وان شاء الله هنكمل مع بعض في الفيديوز اللي جايبت من لكم ان شاء الله. كل التوفيق والنجاح. كنت معكم مستر احمل الباشت. باي باي.